ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين الخامس عشر من يوليو الجاري أن شركة خواوي التكنولوجية تعتزم استثمار ثلاثة فاصل واحد مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة في إيطاليا وفي كلمته أمام الصحافة ذكر توماس مياو المدير التنفيذي للوحدة الإيطالية لخواوي أن الخطة الاستثمارية ستساهم بخلق الآلاف من فرص العمل ما بين الفترة من عام 2019 وعام 2021 وتتألف الخطة من 1.2 مليار دولار سيتم استثمارهم في العمليات والتسويق و1.9 مليار دولار في شكل امتادات مباشرة بينما سيخصص لأنشطة البحث والتطوير 52 مليون دولار أمريكي وشد دمياو على متانة العلاقات التجارية الصينية الإيطالية وحث إيطاليا على استخدام شفاف وفعال وعادل لقوتها الذهبية في تطوير شبكات الجيل الخامس